الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا يرضيك عنا يا الله اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا يملأ السماوات ويملأ الأرض وما بينهما وما شئت يا مولانا من شيء بعد الحمد لله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام لك الحمد حمدا طيبا مباركا يا مولانا على ما جعلتنا مسلمين اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا يرضيك عنا يا الله اللهم إني أسأل في هذا اليوم أن هؤلاء عبادك قد جاءوك just in order to worship you just in order to glorify you أسألك الله يا الله أن تعطي كل منهم مسألته اللهم إياك أسأل أن تعطي كل منهم مسألته وأن تفض لكل منهم همه وأن تغليه وتمكنه ولا تجعل فتنة للذين أشركوا اللهم لك الحمد على نعمة لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحي ويميت وهو حي لا يموت بيله الخير وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فضيلة الشيخ تفضل الآن بقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة في هذه الآية أحبابي في الله الحكمة الحكمة أن تعرف لا إله إلا الله هذا كل شيء هذا هو الزطوب والذين الله سبحانه وتعالى سوف يساعدك سوف يساعدك إلى طريقه إلى طريقه إلى طريقه سبحانه وتعالى وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لتحصل على طقوة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سوف يساعدك كل ما تحتاج وإنه سوف يساعدك من أين لا تعرف الله سبحانه وتعالى سوف يفعل هذا لك لكن فقط لتحصل على طقوة لكنه التحصل على على ثلاث سارك طقوة الأولى أن يدد الله الله سبحانه وتعالى وأنا المفقل أن يصدر معه سوف يساعدك كلما بعد الله سبحانه وتعالى في ماجهي وureauais ما worse هو بنحق الله كديره سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فضيلة الشيخ قال أيضا اتقوا الله ويعلمكم الله فقط اتشير تقوى و الله سبحانه وتعالى سوف تعلم سوف تعلم لك لا أحد يستطيع أن يكون هذا الأمر يجب أن تجد أحد يمكن أن تقرأه كيف يرج streaga المالسه إلى منزل ممجرس من مبادرة إنه لدي كثير من الدخت للترونةcede بروحج Hur وربما إلى مرة بهذا سوف تعلم لا staff comics الله سبحانه وتعالى ومfully Staneli منهم أنهم يقولون أنظر إلى الأسلام وظهر إلى الاتصال المالية إنه ليس مسلمين لن يكونوا أمور هؤلاء هذا وظهر إلى الأيجب لكنظر إلى الأمريكي هذه هي الأفتنة هل تعرف ما هي الأفتنة يا أخي؟ المات السومالين هي المعاركة والمسلمين هي المعاركة لكنها هي الأفتنة ما يعني الأفتنة؟ إنه إذا كانت أشارك عندما تحبك في مجموعة الإسلام، يقول أنك تريد أن أكون مسلمين؟ أكون مسلمين مثل هذه المسلمين؟ أوه لا، 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 لأنه يبحث على هذا، هذا ما يسمى فتنة عندما رفض محمد صلى الله عليه وسلم أحصل على بعثة كيسراء في فارس في إيران هل ترى ما تقول؟ رفض يحصل على الأراضي؟ الأراضي ستجد على أراضي؟ أوه لا، لا، لا لا أؤمن بأنه فقط لأنه أراضي، لأنه كانوا أراضيين وأنه كانوا أراضيين، وكل أراضيين يلللون من الأراضيين، ويجب أنه وقلقوا مثل رفض في المطلق، وأن أراضي منهم؟ هذا هو فتنة، يجب أن ترى الله سبحانه وتعالى يجب أن تقوم بالقاعدة ببعض الأراضيين، يجب أن ترى الله سبحانه وتعالى لذلك، من الأمر الذي يأخذ إلى الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى، سيدنا، أبي صديقي، كان فقط موسيقى وكان لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء فقط عزيزه حتى يمتلك وكل شخص قال انظره الحمد لله لأنه يؤمن في لا إله إلا الله نعمة هذا شيء يجب أن تتحرك بين عزيزه وعلى عزيزه لا تقلق منها لا تقلق منها لا تقلق منها عندما نتحدثه الأقل لا إله إلا الله محمد رسول الله أريد أن أقلق لكم يا أخي أن الإسلام بدأت من آدم المسلمين وكل المسلمين وكل المسلمين أيضاً موسلمين ونخلق المسلمين 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 محمد يأتي إلى إسلام إنما أعذت لأتم من مكارم الأخلاق لا يأتي بل أن يأتي بإسلام ونحن أولئك الذين لديهم وكل المسلمين وكل المسلمين وكل المسلمين وكل المسلمين على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا يأتي لأن هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقولونها في كل صلاة في كل صلاة في كل صلاة الأخرى من الأخير الأخير من التحييات في الزميق في إسراء ومعراج كل المسلمين 124 ألف كلهم لديهم جيدا في الأقصى موسك نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن تجمع شمل الأمة لأنها هي محلقة لتجمع شمل الأمة وترد أقصان إلينا يا الله ترد أقصان إلينا ومعراج لتجمع شمل الأمة في الأقصى موسك أدفر سيدنا موسى يرى أين آدم؟ وأنه يريد أقصى أين آدم فيك؟ أجل أن أظن أن من أنه أقصى موسى ومعارضة أقصى موسى وهو قد أمسك وأصدقاء يساعد ومعراج والحسن والحسن حسنا مرحلة إنهم فقد أردوا أن أنهم كبير ومعراجوا إنهم كبير ومعراجوا اميرة على 50 متر. ما يمكنك ان تنظر ان رأسه سيكون وراءه. راءه يجب ان كان يضعها من خلال هذه المسكة. عندما وجدوا هذه الناس ، قالوا انه كانوا يطويرا. لا يطويرا. لا يطويرا. لا شيء. لا يطويرا. انها الناس من الناس. انها كانوا يطويرا. هذا هو الفيديو في الاخيرا. انها يكون كبيرا كأنا أضوه. على أي حال ، في حالة إسراء ومعراج ، أن يجب أن يكون محطة لك. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتبع فيه لأنه هو أكثر من البيت ويقوم بمتلك كل هذه المنزلين ويكون أكثر من الأخير لأنه 124 ألف أكثر منه. وعلى أيضاً عندما يتسأل أموشه من أدام يعني أنه كان هناك الكثير من لا يمكنك أن تتعرف لذلك أدام قاله كان يتصنع على أدام أولاً أنني أصدق أنني أأتي إلى الأرض لذا كان لذلك أسرع كان لذلك أسرع أن هذا الأسرع سيكون لذلك لذلك الله سبحانه وتعالى just has made a reason in order to come to us because everybody will have to come in order to choose his place in Jannah Allah سبحانه وتعالى is not going to divide and distribute and give everybody share in Jannah in his way no Allah سبحانه وتعالى wanted you to choose your place in Jannah that's why you were sent to us لذلك لا يوجد أي عمل أخرى هنا فقط لأختصارك في جنة لذلك الله سبحانه وتعالى لأختصارك في جنة لذلك سيدنا جبريل سيدنا في المسك المسك للأقصر لتقلق سيدنا محمد منه وقلقه الإمام 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 من كل هذه الناس كلنا نفسنا وعلمات تفسيرنا لقد تسروا كثيرا في هذه المتحدة لذلك سيدنا محمد سوف تسروا سوف تسروا سورة الفاتحة والقرآن يقول أنه قلقه البقرة كلها لأن سيدنا محمد في واحدة راكعة قلقه البقرة والنساء وقلقه سورة القرآن في واحدة وكما تسروا سيدنا محمد سيدنا محمد كان ليس الشيئًا وقلقه البقرة أخبره ما قلقه من المتحدة قال آخر سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد وقلقه وقلقه كل ذلك من البقرة إلى الناس لا تغيير مختلفة لأنها تغييره في حياته هذا شيء الذي لا يساعد عنه عندما تضعه فهي فقط يذهب هذا هو في حياته وفي حياته وفي حياته الله سبحانه وتعالى فعله أمي لا يمكن أن يترون أو يترون لم يترون إلى المدينة لم يترون إلى المدينة لم يترون إلى المدينة لتعلمه حتى أنه يدفعه حتى يترون إلى المدينة وعندما يترون لكم كل هذه الحكمة واحدة وفي أخرى كل الحديث وكل كله والمدينة من أحده ينبع إلى المدينة من أحده ينبع إلى المدينة من أحده ينبع إلى العلاج هذا الحكمة من الله شبهانه وتعالى وما قال لنا نجد هذا اليوم أيضاً عندما بدأت أمام صلى الله عليه وسلم مع القرآن لذلك الآن القرآن تصبح كبير من كل هذه الناس لذلك سيدنا محمد قال سيدنا موسى قال أرغب أن أأخذ أحدهم سيدنا موسى أرغب أن أكون أحدكم لأنني أستمتعي القرآن قال سيدنا موسى سيدنا عيسى هو أحد كل المساء أرغب أن يكونوا أحدهم في واحدهم نرغب أن يكونوا أمامك لذلك الآن قال أنك سيدنا أمامي في القرآن لأن القرآن أرغب أن أمامك على سبيل المساء الأمامي في القرآن لتنهى أمامنا على سبيل المساء الأساسي على الأكبر فقط كما ترغب عن القرآن كما ترغب عن القرآن لأنهم قالوا سيدنا عيسى عليه السلام جيسوس عليه السلام يبقى الحياة علىه. عندما يتساعد يتساعد منه. كان يتساعد إلى العالم. لم يتساعد أحد يتساعد أحد يتساعد أحده. ومع المساعدة كل هذه هي فقط تعلمات من أشياء ومشياتهم. ماذا قال؟ هل تسمع أي شيء؟ ومع ذلك. إنه كم علم الحديث. مثل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يوجد بعض المشاكل عنه وهذا الحديث حسن وهذا الحديث يكون متأكد منه لكن القرآن أرادت بمعارضة في القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا كل الوقت وإنه يترك في القرآن هو هذا 50 مليون اليوم يحمل في القرآن سيدنا موسى قاله يكون لدي جد vivid syntax والدن مشاكل ليس لك لن تغيب ولدي فإن أع Aww صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه و تعالى significa انه هو يجب wisdom لطوله يومtera لتنقص على الله سبحانه وتعالى في النهاي الذي بينه افتاحه نفسه على محافظة هذه هي تنقصة اليوم اليوم جمعة تنقصت هنا لقد رأيتها لتنقص الله سبحانه وتعالى ينبه لم يتملكه هذه هي نحن هذه نحن لنا أنت تنقصوا على نقص الله سبحانه وتعالى لا أحد أحد فقط سيدنا محمد ومعه لتعبق الجمعة لهم ومعه أيضا سيدنا موسى قال هو يوم الجمعة لذا إذا كان يوم الجمعة هو عيدك وكما تتعبون الآن لأنه عيد لأنه عيد ونقرأوا كله لأنه عيدنا ونقرأوا كله في اليوم الجمعة هو مهم جمعة لذلك يجب أن تكون محمد الجمعة للمحمد ومعه لكن السيدة والساندين لأنه عيدنا كل ربيعي أنه كان لك الله يجب أن نحلت الله يجب أن نسأل يا رب أن تعزنا بالإسلام وإلا تجعلنا فتنة للذين أشركوا ما يعني فتنة؟ فتنة 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 فنة فتنة تتبع إلى الهتفاق وطنع إلى الهتفاق إلى العثورة من المجموعة الوقت إلى الهتفاق لأن كل ملابسات يتعذي في الأخطر في المجموعة وقت تسجيل لذلك يمكن أن تتعلم أو تتكلم تنظر ملاحك وملاحك تحصيح إلى 4 دقائق لذلك الملابسات لإضافة تبع إلى الهتفاق لكي تجعلك تلك كل مياه لكي تكون مطمئن وقد قالوا الله سبحانه وتعالى قلت المطمئنة كان نفس هذا الناس الذي في هذا الناس يتبع 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 مطمئن يتبع 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 قلت إنتبع تبع لا إله إلا الله ولم يتبع اقبع ولم يتبع المسلمين القرأ القرأ على العرب إلى يتبع 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 سبحنا على راضيه المرضيه راضيه المرضيه ومع الله سبحانه وتعالى انتهت وانه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة اللهم إياك نسأل يا مولانا العظيم أن تسهل علينا حياتنا اللهم إياك نسأل يا مولانا العظيم أن ترزقنا الحياة الهنية والميتة السوية والمرض غير المغزي ولا الفاضح أسألك الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام في هذا اليوم المبارك أن تعطي كل من حضر مسألتك اللهم أعطي كل من حضر مسألتك ولا تحوك أي من حضر إلا إليك اللهم لا تظل لنا في يومنا هذا زنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا الآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا رحمة رحمين اللهم إنك أنا أهياك أسأل يا مولانا العظيم أن تعز المسلمين وتنصر كلمتين الحق والدين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هبلنا من أزواجنا وزريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا أتنا من لدونك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين